التذكير بالمكاسب المحققة في مجال الشغل في الآوينة الأخيرة وتجديد تأكيد العزم على حفظ كرامة المواطن وتحسين ظروف العمل مضامين ما كانت لتغيب عن رسالة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون للعمال والعاملات الجزائريات تزامناً وعيدهم العالمي ضمن التزامات كان قد أطلقها الرئيس سابقاً وأضحت اليوم واقعاً نسعى باستمرار لتحسين الإطار المعشي ودعم القدرة الشرائية وفق ما تتيحه توازنات المالية للبلاد مع الحرص على توفير الظروف اللائقة والمحفزة من خلال ترقية الحوار الاجتماعي وتاطير العمل نقبي صوناً لحقوق العمال وتحصيناً لمستقبلهم المهني المكاسب التي تحققت في عالم الشغل تؤكد عزمنا على حفظ كرامة المواطن وتثمين الجهد والاعتماد على العمل كقيمة جوهرية لبناء اقتصاد عصري وقوي بسواعد الجزائريات والجزائريين ولضمان التنمية المستدامة وتمكين العمال من تأسيس مشاريعهم الخاصة أشار الرئيس الجزائري إلى التسهيلات التي تقدمها الدولة في هذا المجال للعمال استحدثنا عطلة من أجل إنشاء مؤسسة تسمح للموظفين بإنجاز مشاريع استثمارية دون الخوف من فقدان مناصب عملهم وبخصوص الجالية الجزائرية بالخارج قال الرئيس الجزائري إنه تم إطلاق آلية جديدة تمكنهم من الانخراط الطوعي في المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي والحصول على حق التقاعد مذكراً بالإنجازات التي تم تحقيقها فيما تعلق بتحسين القدرة الشرائية للجزائريين أدرجنا منذ سنة 2020 تحصين أوضاع العاملات والعمال في صميم أولوياتنا وثق إجراءات متدرجة برفع قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون وإلغاء الضريبة على ذوي الدخل المحدود ورفع الأجور ومنح ومعاشات التقاعد وحرصنا على الإدماج المهني لأصحاب العقود في مناصب عمل دائمة وتحويل عقود جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي إلى عقود غير محددة المدة مما سمح بتوظيف أزياد من نصف مليون عامل في مناصب عمل قارة تأكدات الرئيس الجزائري على المكتسبات المحققة في مجال الشغل تأتي والعالم يشهد جملة من التحولات التي أثرت بشكل مباشر على شريحة واسعة من السكان عبر العالم ما يجعل كسب رهان صوني وحماية كرامة العامل أمراً صعب المنال ترجمة نانسي قنقر